السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عائلة طبيبتي وحشتونا جدا الدرس النهاردة درس عشان كل واحدة فيكم كلام اللي هيتقالي النهاردة هو كلام مهم جدا جدا يقدر يحمينا من اننا نكون اصحاب شكوة النهاردة وفي نفس الوقت نقدر اننا نقدم حل عظيم ورائع وسريع جدا لكل الحالات اللي بتشتكي من هذه الشكوة الكلمة اللي قالتها حالتي وهي بتقولي انا محرجة اقولك على الشكوة كلمة اثرت فيها جدا جدا انا الحقيقة يعني من ساعتها وانا عايز اقولكو ان في الشكوة محرجة انا كطبيب دوري اني اسمع كل حاجة وبتوقع كل حاجة ودوري ان نتعامل مع كل شيء اهلا بكم معكم النهاردة دكتورة ريام الشال هنتكلم النهاردة عن حالات عدم القدر على التحكم في قلبوت في السيدات احيانا بيبدأ الموضوع من سن 30ات وال40ات وال50ات فارجوكم يعني الموضوع مش محكوم بسن معين كمان فخلينا نبدأ النهاردة ان شاء الله نقول كل حاجة ايه اللي بيحصل ايه اسبابه وايه طرق العلاج وازاي اننا نقدر نحمي نفسنا من اننا نكون اصحاب هذه الحالات اهلا بكم يلا بينا نبدأ بسم الله حالات عدم القدر على التحكم في البول بنقسمهم لكذا نوع النوع الاول هو نوع ما يسمى بالسترس انكنتنس والنوع التاني بيسمى بالاسترس انكنتنس والنوع الاخير هو عبارة عن ميكس الاثنين مع بعض يعني عندها دا وعندها دا وللأسف احيانا ما بنضرش اننا نفرق ما بين الحالتين ايه الحكاية ويعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده كلمة استرس انكنتنس معناها ان فيه استرس او فيه عامل خارجي من العوامل هو المسؤول عن انها مش قادرة تتحكي في البول العينا بتيجي تقول لنا الكلمة دي تقولي يا دكتورة انا لما بتحك او بعطس او بكح او اشيل بيبي او الاعب الطفل بتاعي او اعمل اي حاجة بسيطة جدا ممكن نقططين بول يسبقها بغض النظر عن انها مزدوقة في المياه ولا لأ عن انها يعني حبسة بول ولا لأ ايا كان وضعها ممكن نقططين مياه يسبقها تيه حالة بنسميها حالة استرس انكنتنس او عدم القدر على التحكم نتيجة عامل خارجي مؤثر خارجي من هذه المؤثرات اللي احنا ذكرناها الحالة التانية وهي حالة الايرجنس انكنتنس ديه حالة قصة تانية خالص ديه حالة عايزة تدخل للحمام طول الوقت طول الوقت هي حاسة انها مزدوقة في المياه طول الوقت حاسة انها مش مكتفئة حتى وهي في الحمام نفسها هي حاسة ان كده لا لسه هي محتاجها تدخل للحمام تاني محتاجة تفرغ بول تاني الحالات دي بتحصل نتيجة أسباب أخرى والأسباب دي ما هيش أسباب خارجية قد ما هي أسباب داخلية جوه جسمها نفسه أو ما يسمى بالأوفر اكتف بلدر أو المثانا العصبية هنا نيجي للحالة الأخيرة وهي حالة المكس الاثنين مع بعض عندها ستراس انكونتنانس بيظهر معها مع الضغط أو الشيل أو الحزق أو مجرد إنها تعرضت لمؤثر خارجي أو حالة الارجنس انكونتنانس مع بعضهم وتدخل الحمام تحس إنها لسه مفضتش وعايزة تفضي بول تاني وأي نطي بول بيتكون عايزة تدخل وتفرغهم للمرة تانية هنا بنتكلم عن حالات تلات أنواع التلات أنواع كل واحدة فيهم ليها أسبابها ولكن في أسباب منهم هي أسبابنا إحنا إحنا كأطباء نسا ولادة اللي مسؤولين عنها يمكن إحنا كمان السبب فيها أو يمكن بعض الحالات المحيطين بيها كانوا السبب فيها أو يمكن هي نفسها كانت سبب فيها فإيه زي الكلام ده ويعني إيه تعالوا بينا نعرف بعض الحالات أثناء الولادة الطبيعية بيحصلوهم حاجة يعني للأسف يعني أكيد أكيد كتير خلاص بقى كده عائلة الطبيبتي وحبابنا اللي حوالينا كلهم كل اللي سمعوا الدروس اللي فاتت من العيلة عارفين إن إحنا مفيش حاجة اسمها إحزائية مدام مفيش حاجة اسمها خدي الطلقة واجتميها لتحت كلام ده مفيحصلش غير اللحظة اللي الرأس فيها موجودة على الحوض وإحنا خلاص بنقول البيبي شعره باين قدامنا غير كده مفيش الكلام ده إطلاقا ومال إيه اللي بيحصل إحنا كنا بنقول حاجة مهمة هنرجع لها ونقول إن هي سبب العلاج أو طرق الوقاية من هذا المرض أو من هذه المشكلة نتيجة إن بيحصل للأسف إن العيانة أو الحالة وبجرد ما بتبدأ الولادة بتبدأ تططق لتحت وتبدأ يتقال لها اجتمي الطلقة لتحت خدي الطلقة لتحت اجتمي الطلقة لتحت دي شكرا إحنا كده بنضمر الأربطة بتاعة الرحم الرحم هو قدامنا بالشكل اللي إحنا شايفينه در مأتي هو عبارة عن زي قلنا كده قبل كده قلنا زي الخيمة اللي ليها أوتاد مثبتها في الأرض الأوتاد دي مسؤولة عن إنها تدعمه في مكانه وتثبته وتمنع فرص إنه ممكن يقع منها ينزل تحت لأن المكان ده مازال مكان مفتوح بنسميه تيبلر يعني مكان عامل زي الأنبوبة وفي نفس الوقت بيعدي طفل قد كده إحنا قلنا الطفل ده قطر راسه بيوصل لعشرة سنتي فإذا إحنا محتاجين يكون الرحم ده مدعم كويس قوي لأن الرحم نفسه عند مرحلة ما بعد الولادة بيوصل هو كله على بعضه كده سبعة فاربعة مثلا ده متوسط الطول والعرض بتاع الرحم فإذا فرص إنه ينزل من المنطقة دي قد تكون وردة إلا إذا كان مسبت بشكل جيد والأربطة اللي مسكاه مسكاه بشكل ممتاز هنا بقى نيجي للقطة اللي بمسؤولها عن إنها تدمر هذه الأربطة أو تخلي الأربطة دي أربطة ضعيفة جدا اللقطة دي أو الشكل ده الشكل اللي نقدر إننا نتجنبه هو الشكل أثناء الولادة الطبيعية السيدة الحامل اللي خلاص وصلت لشعرها التاسع وبدأت لها طلق الولادة والناس حواليها كلهم نفسهم يساعدوا يهنوا يبركوا إيه يلا بينا نخلص بقى عشان كده هي طويلت قوي ووصلت ليه خمسة وستة واثناشر ساعة أحيانا في الولادة فكله بيقول لها بوسي ما تطلعيش الطلقة خدي الطلقة واجتنيها لتحت مش ده اللي بيتقال مش اللي بيتقال إحزائي يا مدامي إحزائي لتحت للأسف المعلومة دي هي أكتر معلومة وهو الطلب ده هو أكتر طلب مدمر لأربطة الرحم المحيطة به وبالتالي فرص إن الرحم أربطة بتاعته تكون قوية بإداءة تلقى مش موجودة فرص إن الرحم يقع والأربطة اللي كانت مسكية دي تكون للأسف مرتخية جدا للأسف بدأت تبقى أكبر مع سقوط الرحم بنلاحظ ما يسمى بضعف الجدار الخارجي للمبس أو كان الجدار الأمامي أو الخلفي وبالتالي ما يسمى بسقوط الأمامي وسقوط الخلفي يعني يمكن إحنا بنحاول بالصور نوضح قدر الإمكان إيه اللي بيحصل بزبط ولكن الأمر يعني أمر كله بيرجع إلى ضعف في هذه الأربطة وضعف في الأنسجة الداعمة لهذه المنطقة وبالتالي للأسف فرص حصول هذا الأمر بتكون عالية فتبدأ المثانة تنزل مع ضعف الجدار الأمامي ومع ضعف الرحم ونزوله ضعف الأربطة تبدأ المثانة تنزل والمكان الصمام اللي في المثانة يتغير فبالتالي ما بقناش قاعدين في الاتجاهات الصحيحة ما بقاش البول ممسوك بالوضع الصحيح ضعف الصمام بقى فيه فرصة إن مع كحة أو شيل أو حزق أو أي حاجة بتحصل أو ضحكة حتى ممكن إن نططين بول يسبقوها لأن الصمام ما بقاش في أحسن مكان لي هنا ببساطة ما يسمى بثلث البول الناتج نتيجة ضعف في جدار المهبل وضعف في الأربطة الرحمية اللي بتثبت الرحم لكن فيه شكل آخر يعني برضو عشان ما نظلمش الدنيا كلها هنقول إن فيه شكل آخر وهو شكل ما يسمى بالجيناتيك كوزز أو الأسباب الجينية هو طبيعة الجسم إن الأربطة بتاعته ضعيفة طبيعة الجسم إن الأنسجة بتاعته غير قوية أو إن بعض الناس في فترات ما بعد فترات انقطاع الطمس بتبدأ تظهر الأعراض دي بشكل أقوى وأعلى لأن نسبة الكولاجين بتقل قدرة الجسم على الدعم بتبقى أقل وبالتالي للأسف نسب ظهور هذا الأمر بتكون أعلى وده مش لكل السيدات اللي انقطع عن طم طمس عشان بس نبقى يعني بلاش نفرد هذا الأمر ده لبعض السيدات ويعني الموضوع بيكون أيضا كان يعني لي مقدمات من البداية ولكنها بدأت تظهر في المرحلة دي من العمر هنا وصلنا لنقطة مهمة وهي نقطة الـ Urgence Incontinence أو الحالات الأخرى الحالات اللي عندها Overactive Bladder أو المثانة العصبية المثانة اللي عايزة تفضي كل نتوتين بول موجودين فيها احنا عايزين نعرف إيه السبب؟ السبب قد يكون ليه أسباب كتير من ضمنها التهبات المثانة العادية من ضمنها أن هذه السيدة بتعاني من سترس عصبي أو نفسي كبير أو أنها بتاخد بعض الأدوية اللي قد تسبب هذا الأمر هنا بيجي دور الطبيب والطبيب هنا عندنا نعين من الأطباء احنا كبتول نسا ولادة وأطباء المثالك الموضوع بيكون محير شوية للحالة يا أروح لمين فيهم؟ أروح لأطباء النسا والولادة ولا أروح لأطباء المثالك فrophy نقول لها أننا نقدر نروح لأطباء نسا والولادة وهم هيقدروا يتمثلوا unpack Hiobani ويمكن ليكيقصوا ويكملوا أيضا نروح لأطباء المثالك وهم هيقدروا يتمثلوا تحويل لأطباء النسرة بمعنى اننا لازم نخرج من أنواع أي حدي يجلنا ونحن لازم اللذب عن النوع الخاص بال او ان الحالة بتحصل لها نتيجة سبب داخلي اضطرابات في المثانة نفسها عصبية المثانة نفسها او ان في بكتيريا او التهاب او اننا بالنسبة لتوع المثالك لازم يخرجوا احتمالية ان الموضوع يكون لي علاقة بضعف الجدار الخلفي للمثانة الاو هو الجدار الامامي للمهبل وبالتالي يخرجوا فرص ان التصليح يكون من خلالنا احنا كأطباء نسهولاد اعرفنا الاسباب يلا بينا عايزين نعرف الهلاج فيه علاج نقدر نعمله اه فيه علاج تقدر تعمليه وانتي في البيت وانتي موجودة واحدة قد اتدهمي دلوقتي فيه تمرين مهم جدا اسمه تمرين كيجل او تمرين العضلة الخاصة بمنطقة الحوض نقدر اننا نمسك العضلة دي وكأننا عايزين ندخل الحمام ومنعين نفسنا كأنك عايز تعملي حمام مية وتمنعي نفسك فالتمرين ده تقدر يتقومي به طول الوقت طول ما انتي قاعدة في اي مكان في الدنيا وانتي وقف في المطبخ وانتي بتعملي اي شيء في الدنيا تقدر تعمليه وانتي في شغلك وانتي في موصلاتك فأي مكان تقدر يتعمليه انتي بتمسك العضلة بتمرنيها انها تكون عضلة اقوى ما تكونش عضلة ضعيفة وبالتالي الى حد ما فرص انها تدعم لنا المنطقة دي بتكون اعلى في نقطة تانية وهي نقطة اننا نساعد المثانا انها تكون غير عصبية يعني ايه الكلام ده يعني نعمل توقيت لدخول الحمام احنا هندخل الحمام ونفضي المثانا كل ساعة كل ساعة خلاص احنا مش هنسبها تتملي اكتر من كده ولا تتضغط اكتر من كده فدرنا اننا كل ساعة هنفضيها فالموضوع بالنسبة لها منتهي المثانا هتبدأ تهدى حالتنا العصبية هتبدأ تهدى ونبدأ نتطمن بكتير قبل ده كله لازم نكون فاكرين ان في تحليل بول لازم يتعمل علشان نخرج بقى من حسابتنا ايه برافو عليكي نخرج من حسابتنا ما يسمى بالالتهابات البولية او وجود بكتيريا في المثانا نفسها وبالتالي نبقى عارفين انه ما فيش مصدر سهل جدا جدا علاجه وهي اننا ناخد مضضات حاوية مناسبة لهذه البكتيريا وبناء عليه تنتهي هذه القصة تماما وفي النهاية عندنا في شغل اخر نقدر اننا نقوم بي مع بعض الحالات نقدر اننا نستخدم عمليات التصليح الامامي والخلفي وعمليات التصليح هي عمليات يعني ما فيش اسهل منها ايه عمليات تجميلية اكتر منها كمان عمليات جراحية والموضوع ما فيهوش بقى بطن بقى مفتوحة وامعاء وما فيش الكلام ده احنا بنتكلم في جزء تاني خالص بنتكلم في جزء اشبه بتصليح العجان مثلا او بعملية اشبه بتصليح شقة العجان اللي بيحصل بعد الولادة الطبيعية والموضوع يعني تجميلي فياخد وقت اكبر الموضوع الدقيق بس بالنسبة اننا احنا كاطباء نسا ولادة لكن بالنسبة لك حالة هو شيء سهل جدا تقدري تمرثي حياتك الطبيعية في الشكل الطبيعي بتاعها تقومي وتتحركي وتروحي شغلك بعدها بيوم او اتنين الموضوع بالنسبة لنا بيكون يعني مش مقلق خالص حتى ومننتظرش ان العيانة تخرج ريح او انها تبقى فيه اي اعراض اخرى مش زي حالات الولادة القيصرية مثلا مش زي اي حالة من الحالات اللي بيكون مثلا بعد الشر ازالة الرحم عن طريق البطن مثلا واحدة فاتحين البطن كل دي حاجات بالنسبة لنا مقلقة لكن الحالة دي هي حالة سهلة جدا وفيش ابسط منها هنا نيجي لنقطة مهمة جدا وهي نقطة ان خلي بالك لازم نفهم ولازم الحالة تكون مدركة جدا وده اللي بعمله مع كل حالاتي ويعني الحمد لله يعني من اكتر الامور اللي بتخلينا مطمئنين الحالة داخله هي عرفة ومتوقعة ايه التطورات اللي ممكن تحصل احنا عايزين نأكد ان حالات الارجنسي انكنتنانس مالهاش علاقة او السيدة اللي بتدخل الحمام لمجرد ان المسانة عصبية او مسانة متوترة مالهاش اي علاقة ومش تتصلح بعد عملية التصليح الامامي والخلفي عايزين نأكد ايضا على ان لازم نخرج من حسابتنا ان بعض الحالات بيكون ضعف السمام بدأ يبقى بدرجة كبيرة ففرص التصليح ونجاح التصليح بيكون درجته اقل من النجاح لو كان الموضوع يتعمل بدري عن كده فلازم نكون دايما حطين توقعات وتوقعاتنا تكون على قدر الحالة الطبية ولازم لنا ولكل زملائنا الاعزاء نشرح للحالة التوقعات الطبية ومنتظرين ايه منها ودرجات التحسن اللي نقدر نحصل عليها اتمنى ان الدرس ده يكون واضح جدا يمكن ما لقيتش محتوى طب كبير بيتكلم على الانترنت بخصوص الثلث البولي عند السيدات يمكن دايما بنوجه الكلام للسيدات ما بعد مرحلة انقطاع الطمس لكن انا عندي حالات شفتهم وحالات اشتغلناهم كانوا على سن الحاجة وتلاتين هما سيدات صغيرات لكن تكرار عمليات الولادة بنفس الاسلوب الخاطئ للأسف اللي لسه نتكلم عنه دلوقتي هو من ضمن اهم العوامل اللي سبب لها هذا الامر منساش حالة يعني كنا قاعدين في انتظار العمليات انا انتظر حالتي وحالة تانية دخلت هي تابع حد من الزملاء الاعزاء جدا والممتزين جدا ولكن الحالة دخلة يعني بتعيط ومتسرخ الدخلة على ولادة طبيعي فبتقول الدنيا مسكن هما يعني بيحضروا الغرفة عشان يدخلوها الحالة يعني انا مدرت شمسك نفسي انتوا عارفيني عارفين تعليمات احنا قلت لها بوسي احنا نقدر نعمل حاجة جميلة نتجنب بيها قدرك بيه من الألم يلا ناخد نفس من مناخرنا ونطلع النفس من بوقنا التعليمات اللي قولنا عليها قبل كده وبدأت الحالة تعمل كده وهي بتعد الخمسة بتخرج النفس ما سمعناش صوتها تاني خلاصي يعني حالة بدأت تهدى اه القلم موجود ولكنه مش بنفس الدرجة اللي بتكون صعبة جدا جدا واللي بتجبر الحالة انها تحزق مع كل طلق وتبدأ انها تضغط نفسها وتضغط عنق رحم وتضغط الرحم لتحت وتدمر الانسجة اللي موجودة عندها من تحت فالموضوع يعني انا انا عارفة انه هو احنا كأطباء بنتعامل مع الحالة ميكانيكيا هناخد البيبي نودي فينا نشو اعجان ولا لا هنعمل ايه لكن اتمنى ان كلنا كأطباء ننتبه لهذا الامر لما له من اثر على المدى البعيد جدا في حياتها واحيانا بيبقى قريب قوي زي ما شفنا حالة حاجة وتلاتين سنة شابة لسه صغير فاتمنى ان الموضوع يكون واضح ونهذه النقاط تكون موجودة بعين الاعتبار ولو الاطباء بتوعنا ما خدوش بالهم منها نتيجة انهم مهتمين بامور اكبر واكتر فاحنا ناخد بالنا منها هنا ده دور القناة ده دور المعرفة الطبية انكم انتم نفسكم بقيتوا يعني الرسل الطبية انتم بقيتوا اصحاب الكلمة بقى عندكم معلومات تقدروا تفيدوا بيها الجميع وده كان هدفنا الاول والاخير من وجودنا اونلاين لكم مننا كل الدعوات بالصحة والسعادة والسلامة والتوفيق ترس ده محتاج ياخد عدد كبير كده من اللايكس عشان يوصل لعدد اكبر من السيدات واليوتيوب يعرف انه امر مهم يستحق هذا الدعم وكتير من السيدات اللي بيعانوا من هذه المشكلة هم محرجين من انهم يوصلوها للاخرين وانهم يشتكوها ويقولوا شكوتهم يكونوا اكثر اطمئنانا وامانا لكم مننا كل الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة